في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية انطلق اليوم اجتماع وزراء خارجية الدول العربية وذلك تمهيدا للقمة المقبلة المقررة الجمعة على مستوى القادة وبدأت أمس الاجتماعات التحذيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين على مستوى الوزراء والمندوبين لمناقشة أهم القضايا التي سيطرحها القادة في اجتماعهم وقبل يوم من اجتماع وزراء الخارجية وصل وزير الخارجية السوري فيصل مقداد إلى السعودية للمشاركة في اجتماعات غابت عنها سوريا منذ عام 2011 قال المقداد خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية أن مشاركة بلاده في هذه القمة تعد فرصة جديدة تتطلع من خلالها سوريا إلى المستقبل وليس إلى الماضي